منذ أكثر من سبعة وثلاثين شهر على اتفاق السويد والمنظمة الحوثية الإرهابية تواصل خروجها وتصعيدها المستمر حيث تحولت منازل المواطنين بالأحياء الشرقية بمديرة الحديدة إلى أهداف عسكرية لمرتزقة إيران رغم وجود رئيس لجنة الرقابة الأممية إبهجيت في الحارات الشمالية المتبقيات احت سيطرة المليشيا الحوثية بالمدينة ويشاهد كل ما يجري من تصعيد ينطلق من محيط إقامته على الأحياء المحررة بالمدينة بدون إعلان أي موقف تجاه ما ترتكب هذه الجماعة الإرهابية الممولة من إيران وعدم تنفيذ أي بند من بنود الاتفاق حتى البند الإنساني وفتح الممرات والإفراج عن المعتقلين الكل مقابل الكل دون تمييز كما نص عليه اتفاق السويد وإنما تقوم المليشيا الإرهابية برفع من وطيرة الخروجات وتدمير المدمر وما تبقى جميل فضلا عن استحداث الخنادق وزرع حقول الألغام وترتيب صفوفها وارتكاب مزيدا من الجرائم بحق الأبريات تحت مرأة ومسمع من الأمم المتحدة والمنظمات المتباكية على حقوق الإنسان بدورهم أكد أبطال حراس الجمهورية وأبطال العمالقة وصقورتها ما هو الزرانيق تصديهم لكل المحاولات الإجرامية التي تفشل في حدوث أن يتقدم صوب خطوط التماس وتصب غضبها على منازل المواطن والممتلكات العامة والخاصة تصطى الميليشيات الحوثي وهي تصب غضبها على منازل المواطنين في باتشامجين يوميا وإذا هم رجال يواجهون في المتارس الأمامية مطالبين الأبطال بالغاء اتفاق السويد ليقوموا بواجبهم الوطني مع بقية أبطال تشكيلات المقاومة المشتركة وكل أحرار الوطن لتطهير كل الوطن من هذه العصابة الإرهابية التي ترتكب الجرائم ومنها جريمة قاعدة العند بمحافظة الأحج وراح ضحيتها عدد من الشهداء من رفق السلاح والقضية والهدف هكذا هي الأعمال التخريبية من قبل ميليشيا الكهنوت الإجرامية خروقات وتصعيد يومي على مدار الساعة على منازل المواطنين في الأحياء السكنية بمدينة الحديدة في قناة اليمن اليوم عبدالوهاب المران من الأحياء الشرقية بمدينة الحديدة عروس البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقرات ترجمة نانسي قنقرات